تحياتي للجميع معك أبو ميلاد في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف أتحدث عن بعض النقاط المهمة والتي تتعلق بأسئلة تردني بقناتي في اليوتيوب وهي أسئلة تتكرر بشكل دائم وفيها نوع من عدم الوضوح أو بعض المفاهيم الخاطئة في قسيم الكاميرات والنقاط التي سوف أتحدث بها هي النقطة الأولى هي تقسيم الكاميرات هل يكون على أساس احترافي وهل هناك كاميرات احترافية أو غير احترافية النقطة الثانية هل أنت مع تعديل الصور هل أنت مع الفوتشوب وما هو الصح والخطأ في هذه النقطة النقطة الثالثة تتعلق في حقوق الملكية والنشر والطباعة سوف أبدأ في النقطة الأولى وهي هل هناك كاميرات احترافية أو غير احترافية بداية الاحتراف والاحترافية تعود على المصور فمهما كانت الكاميرا تحوي على ميزات قوية إذا لم يكن صاحب الكاميرا عنده تمكن في التصوير وفي أسياد تصوير فأن الكاميرا لا تعد احترافية لأن في النهاية الكاميرا هي مجرد آلية صامتة وطريقة تشغيل هذه الكاميرا والحصول على صور قوية يرجع إلى المصور ونقطة أخرى مهمة أي كاميرا تنطيق أن تتحكم بمثلث تعريض أي فتحة العدس السرعة الغالق وحصية الحساس أو المستشعر للضوء هي ممكن أن تستعمل بطريقة احترافية والكثير يسألني هل هذه الكاميرا احترافية هل هي للمبتدئين عمليا أغلب الكاميرات من نايكون سوني كانون طبعا أتحدث عن الكاميرات DSLR أو الكاميرات التي تستطيع أن تقوم بتغيير العدسة جميع هذه الكاميرات تطلب نفس قدر المعرفة لكي تقوم بتفعيل وتشغيل هذه الكاميرات لا يوجد شيء يختلف في طريقة تشغيل كاميرا مثل كانون 70D وكانون 750D تقريبا القوائم الأزرار متشابهة إلى حد كبير طبعا هناك ميزات إضافية في هذه الكاميرا ولكن العلم والمعرفة والدراية لكي تشغل هذه الكاميرات تقريبا متساوي تقسيم الكاميرات احترافي أو غير احترافي هو تقسيم تجاري الشرك المصنع لهذه الكاميرات تقوم بتقسيم هذه الكاميرات بناء على تقسيم تجاري وهي حيلة لكي تبيع الكاميرات بشكل أكبر الفرق في أسعار الكاميرات يعود ليس على الاحتراف وإنما يعود أن في كل فئة وفئة هناك ميزات أقوى منالك مستشعر ممكن يكون أكبر وأيضا مبنى الكاميرا وجود ميزات مثل حماية من عمل الطقس والمطر فعمليا هذه الميزات تزيد من سعر الكاميرا وعلى الأغلب وجود ميزات إضافية قد يساعد المصور على التحكم بالتصوير أو إعطاءه أدوات أكثر كي يبدع في التصوير ولكن مرة أخرى تقسيم الكاميرات هو تقسيم تجاري السؤال أي كاميرا تشتري دائما نصيحتي هي أن تشتري ما يناسب ميزانيتك أيضا نصيحة من القلب لا تقم باستثمار كل ما تملك من المال في الكاميرا حاول أنك تستثمر قدر استطاعتك ومنفضل أنك تستثمر المال أكبر في تعلم التصوير والدراسة لأن أي كاميرا اليوم سعر 500 دولار ممكن نطيق صور جدا جدا رائعة ممكن تستعمل هذه الكاميرات في تصوير أي حفل أي مسابقة أي فعالية الآن سوف أنتقل إلى النقطة الثانية في هذا الفيديو قبل أسبوعين قمت بنشر هذه الصورة في صفحتي وذكرت أن هذه الصورة هي معدلة وهي عملية دمج بين عدة صور أولا الصورة في الأعلى قمت بتصوير هذه الصورة في منطقة في أعلى ولاية نيويورك السبب هو أن في تلك المنطقة هناك ظلام جدا قوي وهذا الأمر يحطيك إمكانية أفضل لكي تقوم بتصوير المجرات أما صورة بينايات فهي في مدينة نيويورك وبعد ذلك قمت بيدامج صورة المجرات مع صورة مدينة نيويورك نقطة مهمة مستحيل أن تصور المجرات في مدينة نيويورك وذلك بسبب ظاهرة تسمى التلوث الضوئي يعني فكر في الأمر مثل أنه في النهار هل أنت ممكن تشاهد النجوم في النهار؟ طبعا لا بسبب قوة الإضاءة التي تأتي من الشمس في الليل بسبب عدم وجود الشمس فأناك تستطيع أن ترى النجوم أيضا إذا خرجت إلى مكان بعيد عن المدينة ولا توجد به إضاءة سوف تجد أن النجوم ستكون أوضح في السماء والقسم الأسفل وهو الإنعكاس قمت بعمل ذلك في الفوتشوب فعمليا هذه الصورة مركبة ووضحت الأمر وسألت هل أنت مع هذه الصورة؟ مع هذا النوع؟ وكان هناك الكثير الكثير من التعليقات طبعا الآن سأتطرق لهذه التعليقات بشكل سريع وأبدي رأيي وأحاول توضيح بعض المسائل في هذه النقطة قبل البداية شكر خاص لكل من شارك في هذا النقاش فدعنا نبدأ طبعا هنا الأخ حسين علي يقول أنه ضد ذلك هذا الأمر لأنه يعتبره تصميم طبعا الكثير يعتبروا أنه هذا تصميم وليس تصوير وهذا خطأ لأنه عمليا هو التصوير ولكن هناك مرحلة أخرى وهي تصميم ففكر في الأمر إذا أنت بتصنيع ملابس فممكن بعد تصنيع ملابس ممكن تذهب تخذ الملابس إلى الطباعة وتقوم بطباعة بعض الأمور على الملابس فهل هنا أصبحت الملابس هي تصميم أو طباعة فعمليا ممكن التصوير يقف عند حد معين وممكن تطوي الأمر إلى ما بعد تصوير وهو عملية تصميم أو عملية دمج بين الصور السؤال هل هذا الصح أو خطأ الإجابة هي لا يوجد صح أو خطأ في هذا الأمر أيضا الأمر يعود إلى عملية عرض وطلب إذا أنت قمت بعرض هذا الأمر وكان هناك قبول من الكثير فعمليا هذا شيء جميل أيضا عملية تصميم هي عملية فنية فممكن أنه ممكن شخص يقوم بعمل هذه الصورة بشكل أفضل مني فأيضا هناك منافسة في هذه النقطة في الماضي طبعا ليس الماضي البعيد لم يكن هناك كمبيوترات وأجهزة وأيضا فوتشوب نتكلم قبل 20 سنة فالجميع كان يستعمل الفيلم ومجال الإبداع كان ضيق ولكن مع وجود اليوم الإنترنت والكاميرات الرقمية فأصبح هذا المجال أوسع هل أنه نوقف التصوير فقط عن التصوير أو أنه نحاول أن يتعدى هذه النقطة مرة أخرى هذا الأمر يعود إلى قضية العرض والطلب وسوف أوضح ذلك بعد قليل طبعا هنا أعتقد الأخت علقت صدقا جميلة يا أبو ميلاد لكن وجد نظري مبالغ فيها بذات اللون البنفسجي كثير رفعته ببرنامج LR طبعا شكرا أختي العزيزة على هذا التعليق طبعا أختي العزيزة هذه مسألة الذوق وأيضا مرة أخرى لا يجدهم صح أو خطأ ممكن لو كان لون البنفسجي أقل ممكن كانت الصورة أفضل أو ممكن تكون الصورة أسوأ في مسألة الذوق الاختلاف هو أمر أساسي لأنه مستحيل لأنه جميع بشار يكون عندهم نفس الذوق ومرة أخرى الاختلاف في هذه النقطة هو شيء صحي وسليم مثلا هنا الأخ في راس يقول أن دمج المجرة والسماء غير من السقين وهنا أتفق مع الأخ في راس أعتقد أن التنسيق ممكن يكون أفضل طبعا بعد عدة أيام عندما عدت للصورة وجدت أن هناك إمكانية أفضل للتعديل طبعا قمت بتعديل هذه الصورة ولكن لسبب معين لم أفع هذه الصورة وست وضح الأمر فيما بعد نفس الأمر الصورة متشبعة وغير واضحة أيضا أتفق مع الأخ أحمد فعمليا تلاحظوا أن هناك بين مؤيد أو عدم اتفاق في مسألة الألوان وتشبع الألوان وأيضا في التصميم طبعا ذكرت هذه مرات قضية عرض وطلب هذه الصورة طبعا قمت بتعديل هذه الصورة فيما بعد وقمت ببيع هذه الصورة طبعا لا أريد أن تحدث كم هو المبلغ ولكن مبلغ دعا نقول هو زهيد ولكن كان هناك عملية عرض وطلب على هذه الصورة وهناك فئة وجدت أن هذه الصورة هي جميلة وإشترات هذه الصورة فعمليا إذا أنت بتقدر تقدم نوع أي عمل سواء كان فوتوشوب تصوير منتاج تركيب وبالمقابل هناك يوجد زبون لهذا العمل فالما لا في النهاية أيضا إذا استطعت أن تعتاش من هذه الميناء فالما لا إذا أنت كنت مصمم جيد فممكن أن تتحالف مع مصور جيد وتكون بإنتاج عمل قوي وممكن ترضو للبيع وهنا نصيحة وقية أن تحاول أنت كم مصور أن تحاول أن تتعلم تصميم الفوتوشوب هناك الكثير من الفيديوهات لتعلم الفوتوشوب في الإنترنت بلغة العربية وهي جدا قوية إذا أردت أن تبدع فلا تقف عند نقطة معينة النقطة الثالثة والأخيرة وسوف أعود لهذه الصورة كما ذكرت أن هذه الصورة مركبة من صورة عين وأنا أملك حقوق الملكية والطبيع لهذه الصورة عين وهذه مسألة جدا مهمة ممكن إذا أنت ذهبت إلى جوجل وعملت بحث لصور مجرات أو في فليكر ممكن تجد صور ممكن تستخدم هذه الصور في عملية الدمش ولكن هذا أمر خطأ لا تستطيع أن تستخدم صور الأخرين لكي تقوم ببناء صورة جديدة فعملية احترامك لحقوق الملكية هذا أمر جدا مهم طبعا إذا استعملت صورة مجرد لأنه بشكل عام صور مجرد متشابهة في الأغلب ممكن ما حدا ينبه بس أدبيا أخلاقيا هذا أمر خطأ فكر في الأمر لو كانت هذه الصورة لك وشخص آخر استعملها هل أنت رح ترضى بهذا الأمر فعملية احترام حقوق الملكية وحقوق الطبيع هذا أمر أساسي طبعا إذا ما في عندك صورة مجرد ممكن تشري صور عبر الإنترنت هناك في كثير مواقع يقوم ببيع هذه الصور أو ممكن تطلب من أصدقائك أو معارفك أن تستخدم صورهم في عملية المنتاج طبعا يجب أن يكون هناك موافقة مسبقة قبل استخدام هذه الصور فعمليا هذا كان توضيح لبعض النقاط أتأمل أن يكون توضيحي وشرحي واضح إذا في أي شخص عنده اعتراض على ما أقول ممكن يترك تعليق أسفل الفيديو ودعنا أقوم بنوع من الحوار الحضاري حول هذه المسألة في النهاية أدعو الجميع لمشاركة هذا الفيديو مع الآخرين أي شخصا السؤال بتعلق في هذا الفيديو أو فيديوهات أخرى ممكن يترك تعليق أسفل الفيديو أو تحت أسفل أي فيديو في قناتي في اليوتيوب في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد